مرحبا يعطيكم العافية وسلام للجميع اهلا وسهلا فيكم في قناتي مرة تانية اليوم نحكي عن شغلات جديدة شغلات غريبة اللي ما بمتابع هاي القناة يعمل سبسكرايب هون أو هون يقرأ جرس التنبيهات وطبعا يعمل شير و لايك وكل الشغلات اللي بتحبوها إذا عجبتكم هذه القناة إذا ما حضرتوا الفيديوهات الراحة والفيديوهات الجاي تابعوني أكيد لازم تحضروها وفيه شغلة مهمة كتير 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 عم بتحكيها انه فيه اكتر من 70% من متابعين هاي القناة مش مشتركين في القناة وبيتابعوا القناة فاشتركوا عشان تدعموني ويلا نبتح مرحبا يعطيكم العافية وسلام للجميع هذا الفيديو راح يكون عن الكوفيد 19 اللي كل ناس بتحكي عنه موجه لأهل كندا لانه بديحكي اليوم عن موقع رائع جدا بعطينا كل التفاصيل وين الحالات موجودة في المدينة اللي انت فيها عشان تقدر تكون عندك معلومات تقريبا عدد كيف ترتيب الحالات الموجودة في مدينتك بيغطي كل كندا وطبعا هو ما بعطيك الحالة مية بالمية في موقعها لكن في المكان هذا فخليكم مع الشرح وان شاء الله تكونوا دايما بخير وبركة طبعا هذا هو الموقع اللي بدوني يحكي عنه اسمه canada-cov-19.ca canada-cov-19.ca حطيكم الرابط في صندوق الوصف زي ما انتوا شايفين هون عندكوا على اليمين هاي التعليمات مثلا بالأحمر هدول ال confirm cases بالأصفر هدول اللي لسه المتوقع اللي بالنهدي الله يخففهم يا راح هدول اللي توفوا وهذا last update يوم 23 اليوم 23 ساعة 11 و 30 دقيقة يعني احنا هلأ ساعة 4 أنا بسجل يعني قبل أربع ساعات يعني كل أربع خمس ساعات بعملونه تحديث طبعا اذا بتعملوا زوم لأي مكان عن طريق هذا الزوم ان وزوم اوت انا بدا روح مثلا على مدينة اوتوا بعمل زوم زي ما انتوا شايفين هاي الحالات مثلا هون في حالة في بار هيفن منطقة بار هيفن شكلها هون في زوم اكتر ببيننا هون في حالة مثلا في جنب ايكيا هون في حالة جنب البيشور مثلا الويست برو في حالتين طبعا هذا ما بعطيك بالضبط عنوان البيت يعني لو لو كبرنا هيك شايفين على الشارع فمش واحد من البيوت هدول اكيد يعني ممكن يكون بحاولون هم ما يعطوا العنوان عشان ما حدا برضو يصير مشاكل بس في الحي هذا اكيد في بكون وبشكل عام يعني الموضوع سهل جدا مثلا هون شايفين تحطينهم في المية الحالة في المية يعني مش معقول ساكن هذا في المية بس بشكل عام في انا شفت في ناس في بارك يعني بكون حوالين هذه المنطقة فهذا يعني موقع ممتاز عشان تعرف الحالات قديش جنبك طبعا استخدموا الصين في بداية المشكلة اللي صارت عندهم وكانت تبين الحالات اول باول وكانوا يعرفوا الناس مين يخالطوا مين ما يخالطوا مين يأربوا كانت عندهم بالعمارة مثلا بالعمارات فالوضع يعني اتوقع انه مثلا هاي شايف في مكان فاضي ما في بيوت فاتوقع انه يعني هذا الموقع جيد قد يستفيد منه ناس كتير في المتابعة بالاعداد باللوكيشن ما زل ما انتو شايفين في قتنو هون في تلاتة كلهم في قتنو قتنو ما في ولا واحد في هلو المار فهذا يعني موقع ممتاز حبيت اشارككم فيه وان شاء الله تضلكوا بسلامة وبصحة ومعافين وما يصير عندكم اي مشاكل يا رب وتكونوا هاي تورنتو مثلا وما حولها تكونوا بألف خير وسلام عليكم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد